اهلا بكم في مطبخينه يارب كلكم تكونوا بخير هنعمل النهاردة تحلية بردة وجميلة وسهلة جدا مكوناتها بسيطة خالص هتحضروها في دقائق كيكة الجيل البردة من غير فورد انا اسمي ايمان ياريت لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على الجرس عشان توصلكم اي فيديو جديد بنسلوا وياريت كمان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك ويلا بينا نبتدي في الاول هنجيب صينية مجهزينها علشان نعمل فيها الكيك اي قالب او اي صينية ممكن نستعملها هنحط فيها نص معلقة صغيرة كده من الزيت هنوزعها كويس في الاطراف وفي الجناب بتاعت الصينية علشان لما نيجي نقلب الكيكة بعد كده تتقلب بسهولة بعد كده هنحضر الطبقة الاوجلانية كوبايتين اتنين من المياه المغلية ولازم تبقى سخنة ومغلية وعليهم بكوين اتنين من جيلي الفراولة ممكن نستعمل اي نوع جيلي تحبوه بعد كده هنحط البكوين بتاع الجيلي في المياه المغلية كوبايتين المياه المغلية وهنقلبهم كويس جدا لغاية لما الجيلي يدوب وممكن ان احنا لو نحبه يبقى مسكر اكتر من كده ممكن نضيف معلقتين اتنين كوبار من السكر لكل باكو من الجيلي بس انا ما اضافت الشيناه سكر بعد كده هناخده بقى بعد ما قلبنا كويس وهنحطه في صنية الكيك هنسيبه يبرد وبعدين هنحطه في التلاجة لجاية لما يتجمد خاطس كده الطبقة الاولانية خلصت الطبقة التانية بقى عندنا برضو كوبايتين اتنين من المياه المغلية على بكوين اتنين من الجيلي برضو جيلي الفراولة وبردو ممكن نضيف له سكر او لا زي ما تحبه انا ما اضافت الشيناه اي سكر هنقلبه كويس جدا لغاية ما الجيلي يدوب وبعدين هنسيبه على جنب مش هنحطه في التلاجة هنسيبه بس على جنب لغاية لما يبقى بارد او فاتر بدرجة حرارة الغرفة هنجيب كوبايتين اتنين واحدة منهم كوباية من بودرة الكريم شانتيه يا اما سايب يا اما المعلب وكوباية تانية من الحليب المسلج حطيناه في الفريزر من قبلها تقريبا بنص ساعة حتى بقى فيه قطع كده من التلاجة هنحط كوباية الكريم شانتيه على كوباية الحليب المسلج وممكن نحن نستعمل كوباية من المياه المسلجة على معلقتين اتنين كوبار من اللبن البودرة هنضربهم كويس جدا بالمضرب الكهربائي اللي جايد لما يبقى تقيل بالقوام ده قوام الكريم شانتي وبعدين هنجيب الجيلي بعد ما برت خالص يعني هو كده بدرجة حرارة الغرفة هنحطه على الكريم شانتي وهنضربهم مع بعض كويس جدا بالمضرب الكهربائي ممكن برضو نستعمل الهند بلندر المهم انه هما يختلطوا كويس جدا ما يبقاش فيهم اي تكتلات من الكريم شانتي كده خلاص احنا جهزنا الطابقة التانية هناخدها وهنحطها على الطابقة الجيلي الاولانية بعد ما جمدت بقى خالص في التلاجة هنصبها عليها وهنساوي السطح بتاعها كده كويس بالييد وبعدين هنحطها في التلاجة لمدة اقل حاجة 4 ساعات وانا بيتها دليلة كاملة تاني يوم اطيت شوية مياه مغلية او سخنة كده في الصينية علشان بس نفك الجيلي من الصينية ويبقى سهل انه هو يتقلب وهنحط فيه الصينية يدوب 10 ثواني يعني نعد كده 10 ثواني او اقل كمان عشان بس الجيلي مايسحش وبعدين هناخدها وهنقلبها على الطابقة ونحاول ان احنا نقلبها كده بالراحة بتتقلب معنا بكل سهولة بعد ما تقلبت هنقطعها ونقدمها جميلة جدا 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 وبتبقى بردة كده ولذيذة وفي نفس الوقت سهلة خالص مكوناتها بسيطة زي ما انتو شايفين يا رب تجربوها وتعجبكم يريد تقولولي رأيكم في التعليقات واشوفكم ان شاء الله المرة جاي اشتركوا في القناة